خلال اربعة اعوام من الحرب تخبطت البلاد بين ايدي جماعات طارئة عملت على تدمير حاضرها وقطع الطريق الى مستقبلها ولم تكتفي بذلك فحسب بل تمادت لاقتلاع جذور ماضيها تمثل اقتلاع الجذور التاريخية للبلاد بتدمير المعالم الاثرية والتاريخية فيها من مساجد واضرحة اثرية بنيت قبل قرون ميليشيا الحوثي تصدرت قائمة الانتهاكات من حيث تدمير المعالم الاثرية والتاريخية واخفاء القطع الاثرية والمتاجرة بها وتهريبها خارج البلاد كون المتاحف الوطنية التي تحوي العديد من الاثار تقع تحت سيطرتها ولعل ابرز المعالم التي دمرتها الميليشيا قلعة براقش التاريخية في الجو وقلعة القاهرة في تعز وإحراق مكتبة السعيد بذات المدينة والتي كانت تحوي العديد من المخطوطات التاريخية والاثرية تنظيم القاعدة هو ايضا ياتفي قائمة ابرز المنتهكين لمعالم اليمن التاريخية تجل ذلك اثناء سيطرته على اجزاء من مدينة المكلة خلال عام 2016 اذ قام بتدمير عشرات الاظرحة والمساجد في محيط المدينة وبعد ان تم مطاردة عناصر التنظيم في الجنوب وحصر مناطق تواجدهم ظهرت ميليشيات مدهومة اماراتيا تنتهج المذهب السلفي الجامي والمعروف بتطرفه ازاء الاظرحة ووجوب تدميرها حسب فتوى علمائها فتم احراق كنيسة تاريخية في مدينة عدن بالاضافة الى تدمير عشرات الاظرحة في المناطق الخاضعة لسيطرتهم كان اخرها جامع الامام الصوفي احمد الفاز الواقع بمديرية التحيطة على الساحل الغربي ومع اقتراب المعارك من مدينة زبيد يزداد قلق المراقبين والمهتمين بالتاريخ والتراث ازاء احتمال العبث بما تحتويه المدينة من اضرحة ومراقد واربطة دينية